الإدارة الأمريكية والمنطقة والعالم العربي يعني هذا الحديث الذي طبعا أثار كثير من الجدل أوباما دوكتورين الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط الانسحاب الاهتمام الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط ما حقيقة ذلك؟ هل هذا فعلا هو ما يحدث الآن وسينسحب على الإدارات القادمة؟ أم أنها ربما أفكار أوباما الداخلية التي يعني يكشف عنها وهو في نهاية رحلته الطويلة طبعا هناك قناعات شخصية للرئيس في هذا الموضوع ليس الانسحاب التام من الشرق الأوسط ولكن أن الشرق الأوسط يأخذ أهمية أكبر من ثقله دوليا وهناك ما يحصل في آسيا في الصين والهند وبعض الدول الأخرى يجب أن يأخذ أكثر من اهتمام الولايات المتحدة ولكن في نفس الوقت على المستوى العملي حتى بغض النظر عن آخر سنة للرئيس أوباما ومن يأتي بعده لنرى ماذا يحصل الولايات المتحدة لها قوات أكثر من أي دولة أخرى أجنبية في الشرق الأوسط حتى في سوريا التي ينتقدها الكثيرون بعدم التدخل لها طائرات أكثر من روسيا وفرنسا وكل الدول مع بعض هي في العراق وهي في الخليج وتأثيرها لازال كبيرا في هذه المواضيع والتركيز الأمريكي حتى بالنسبة للرأي العام على الملف الليبي والملف السوري والملف الإيراني وسيكون أيضا الملف الفلسطيني الإسرائيلي مش معقول يعني مش راح يكون فيه هناك انسحاب ولكن أقول أنه بعض الاختلاف في وجهات النظر هو أنه كمان في الشرق الأوسط هناك انقسام هائل يعني لما يقول العرب زعلنين وعايزين ومش عايزين وما عايزين إيه يعني خلينا نأخذ حتى الحلفاء لنأخذ مصر ولنأخذ الحلفاء الخليجيين الحلفاء الخليجيين كانوا عايزين الوقت المنتهى الوقت المنتهى تدخل عسكريا في سوريا مصر وهي حليفة لهم هذا ليس الموقف المصري لا تريد التدخل للأجنب العسكري غالبية الرأي العام العربي لا يريد التدخل العسكري أو في سوريا لا يثقون بالولايات المتحدة لأن يطلبوا التدخل الأمريكي فلذلك هناك خلافات جذرية حتى على المستوى العربي نرى ذلك أيضا في الملف اليمني نرى ذلك حتى في الملف الإيراني نرى أن الخلافات العربية مع الولايات المتحدة تختلف دول الخليج التخوف الجذري ليس من الملف النووي لكن من التدخل الإيراني ومع ذلك كان هناك تركيز على الملف النووي نرى أن مصر ربما تعارض الولايات المتحدة في كثير من القضايا طبعا القضايا الداخلية ولكن على المستوى الخارجي ربما الخلافات ليست كبيرة إلى حد ما حتى بالنسبة للملف الإيراني هناك معارضة لنوعية الدبلوماسية الأمريكية وعدم الاشتراك الدبلوماسي المكثف في بعض القضايا الأخرى ولكن المصر لن توافق على احتمال حرب بين الولايات المتحدة وإيران فأقول ذلك أن هناك يعني إحنا نما نقول العرب مش عايزين والعرب غضبانين والشرق الأوسط مش عارف إيه في نفس الوقت أي شرق الأوسط أي معارضة هناك خلافات كبيرة في الرأي وأنا حسب رأيي الكثير من الرأي العام العربي على الرغم ما يقال في الصحف لا يريد أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل مكدير في هذا الموضوع حتى يؤيدون الرئيس أوباما ولو تدخل الرئيس أوباما في سوريا عسكريا لو كنت أنت حتى كنت عاملة برنامج عندك تقولي دي الإمباريال الأمريكية عايزة تسيطر في سوريا مزبوط ولا لا ومش بس أنت أنا بقولي أنه ده الوضع فإحنا لازم نكون كمان واقعيين في نوعية الحوار الداخلي في العالم العربي وهو حوار حاليا غير جدي لأنه الكل مركز على أضياء الخاصة ترجمة نانسي قنقر